إِلَاهِ وَكُنتُ أُنَاجِكَ يَا مَنْ تَرَى حَفَايَ الْقُلُوبِ وَلَسْنَا نَرَكَ وَكُنتُ أُنَاجِكَ يَا مَنْ تَرَى حَفَايَ الْقُلُوبِ وَلَسْنَا نَرَكَ أُحِبُكَ حُبَّيين حُبَّ الْهَوَى وَحُبَّا لِأَنَّكَ أَنْلٌ لِذَاكَ فَأَمَّ الَّذِي غَوَ حُبُّ الْهَوَى فَشُبْلِي بِذِكْرِكَ عَنْ مَنْ سُواكَ وَأَمَّ الَّذِي أَنْتَ أَغْلٌ لَهُ فَكَشْفِكَ عَلِ الْخُشْبِ حَتَّى أَرَاكَ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وأسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سير الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق نسلكه إلى الله الليلة مع حضراتكم نتوقف بتساؤلات وتعريفات ونتوقف مع درء الشبهات كثير من المراجع التي يرجع إليها في علم التصوف نجد لنا مسلكاً لله سبحانه وتعالى يومياً ونحن نبحث عن الطريق إلى الله لكننا نتوقف مع أهل العلم لنتعلم قال لنا العلماء فتعلمنا وترك لنا أهل العلم ففهمنا وتدبرنا الأمر وبحثنا بأنفسنا عن طريق الله فماذا عن مقام الإحسان؟ يذكر لنا الإمام أبو القاسم القشيري الشافعي رحمه الله في الرسالة القشيرية التي توصف بأنها المرجع الأكبر أو مرجع المراجع يذكر لنا مثلاً في باب الورع فيقول ترك ما لا يعنيك وهو ترك الفضلات الورع ترك كل شبهة كما ينتقل إلى مقام آخر ويقول نقلاً عن أبي سليمان الداراني الورع هو أول أزود كما أن القناعة طرف من الرضا في وقفة أخرى يتحدث أيضاً ويقول نقلاً عن يحيى ابن معاذ رحمه الله الورع على وجهين ورع في الظاهر وهو أن لا يتحرك إلا لله سبحانه وتعالى وورع في الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سوى الله سبحانه وتعالى ويعدد في هذا ويقول هو الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل طرفه هكذا نقل إلينا وعلى هذا يستند وبالشريعة نسير في طريق إلى الله من مملكة الدروش إلهي في اغني يا من مرى اشتركوا في القناة الليلة مع حضراتكم في طريق جديد إلى الله من مملكة الدرويش ضيفي الكريم الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أهلاً بحضرتك ونورتنا أهلاً بحضرتك فانكم أحب أبدأ مع حضرتك من تصوف المسلمين عموماً بشكل عام وتصوف المصريين وما يزيد عليه في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد كل عام وأنتم بخير وأشكر لكم هذا الترح الذي أرى أن الحديث عنه في هذه الآونة من أوجب الواجبات بل هو ضرورة لا يمكن الإنفكاك عنها أو غض الترف عنها خصوصاً وأن الحديث عن التصوف حديث دقيق وخطير أما عن سبب دقته فلكونه يتعلق بأعمال القلوب وكما تعلمون فإن قضية القلوب مردها إلى الله تبارك وتعالى أما عن سبب الخطورة أن التصوف في فترة من الفترات كان بوابة أو مطية لأصحاب الاتجاهات الخاطئة أو الاتجاهات الخاصة التي يبحثون فيها ومن خلالها عن منفعة دنيوية أو مصلحة شخصية فبحثوا فوجدوا أن التصوف قد يكون هو المطية أو الأداة أو البوابة التي يصلون من خلالها إلى بغيتهم مع أن الأمر على خلاف ذلك تماماً لأننا إذا ما نظرنا إلى التصوف فيمكن القول بأنه مسلك من بين المسالك التي يمكن للإنسان مننا أن يصل من خلالها إلى ما يحقق ردوان الله تبارك وتعالى في الآخرة وعمارة الكون في الدنيا ذلك أن الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان مننا لغاية محدودة معلومة هذه الغاية تتمثل في العبادة استناداً إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون وهذه العبادة يدرك الصوفي أنها لا تقتصر على أعمال الآخرة وإنما تبتدئ بأعمال الدنيا وصولاً لمرضات الله تعالى في الآخرة لأن الصوفي يدرك كغيره من المسلمين أن الله تعالى استخلفه لعمارة الكون وهذه العمارة هي البوابة الحقيقية التي تدفع بالإنسان إلى الجمع بين مراد الله ومراد النفس بين مراد الزات ومراد الروح أو البدن وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن التصوف واحد من أهم المسالك التي يسلكها العابد أو السائر إلى الله تعالى في طريقه يقول الآخر كلمة التصوف أو مفردة أو مصطلح التصوف في حد ذاته لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك أهل الصفة لكنه لم يكن على عهد النبي هذه المفردة أو هذا المصطلح وبالتالي توجدون لنفسكم أو لأنفسكم عالما جديدا تضعون له اسما ويدخل من خلاله الشبهات فما حاجتكم إلى وصف أي تجربة روحانية بأنها تصوف هي تجربة روحانية وهي ما يخص الإنسان وربه سبحانه وتعالى والدين علوم وفقه موجود ولا حاجة لأن يسمى التصوف أو يسمى أهل الصوفية أو غير ذلك من أمور دعيني أقول بأن هذا الكلام يحتاج بالنسبة لقائله أو لمثيره أن يعيد النظر فيه مرات ومرات ذلك ربما يكون معه الحق في القول بأن مصطلح أو لفظة التصوف لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن سطى لنداء الحق لوجد أن أفضل مصطلح في عهد النبي كمصطلح الصحابة ولهذا كان الجميع يبحث عن أن يتشرف بإطلاق لفظ الصحابي عليه فما كنا في حاجة إلى أن يقال بأن هذا محدس أو هذا مفسر أو هذا فقيه أو هذا صوفي لكن لما طال الأمد وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى وكثرت الفتوحات الإسلامية ودخل كثير من الناس في دين الله أفواجا وأقبلت الدنيا على المسلمين هنا بحث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على ضربهم عن علامة تميزهم عن غيرهم فاختاروا هذا المصطلح الصوفية أو التصوف نسبة إلى هذا العلم أما مسألة أن هذا الكلام لم يكن معروفا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة فهذا يكذبه الواقع وتؤيده الأدلة المتعددة التي تشهد بزيف هذا الإدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أرقى الناس بحثا عن الكمال الروحي ليكون قدوة لأمته من بعده عملا بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ضد على ذلك هذا التنافس في فعل الخيرات الذي أقدم عليه الصديق وتنافس فيه معه الفاروق رضوان الله تعالى عليهما ثم هذا الإنفاق للمال بلا حد من قبل سيدنا عثمان ثم هذا الرجل علي رضي الله تعالى عنه الذي كان حريصا على تزكية نفسه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو كان ينام في المسجد وأراد أحد أصحاب النبي أن يوقظه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن جسده على الأرض وإن قلبه معلق بالسماء كل هذه الدلالات وغيرها نجدها تؤكد على أن التصوف كاتجاه وكوجهة وكمنحة وكسلوك هو الإسلام ربما الإسم وأنا أشرت إلى أن الإسم لم يكن مقصودا في حد ذاته لأن إطلاق لفظ الصحابة أو الصحبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يضغيه شرف ثم إننا عندما نتناول قضايا التصوف وليكن مثلا أشهر القضايا ما يتعلق بالأحوال والمقامات نجد أن هذه الأحوال وتلك المقامات تدور حول المراقبة والصبر والتقوى والخوف من الله إلى غير ذلك ما من مقام من هذه المقامات إلا ونجد لها أصلا منصوصا عليه في القرآن والسنة وهذا ما ينبئ عن أن التصوف كوجهة واتجاه وطريق إلى الله تبارك وتعالى إنما عمدته الأصيلة ومصادره الأصيلة القرآن والسنة وبالتالي من يطالع ما كتب عن التصوف وعن مصادره يجد أن العلماء وهم يتحدثون عن مصادره يبتدئون بالمصدر الإسلامي الذي قوامه القرآن والسنة ثم فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكرون أن بعض الروافد أو بعض الأمور التي وفدت إلى البيئة الإسلامية قد أوجدت نوعا من الاحتكاك والتأثر الفكري والثقافي بينه وبين الثقافات الوافدة وهنا نجدهم يفرقون بين ما يسمى بالتصوف السني والتصوف الفلسفي طيب ذكرت في معرض حديثك أن هناك رجل كان نائما وقلبه مع الله ويقاس على هذا أو يقال على مثل هذا أن فلان غاب يوم واثنين وتلاتة ولكنه عاد وقال أنه كان يعني كانت روحه معلقة بالله سبحانه وتعالى أو كان غائبا عن وعيه في حب الله سبحانه وتعالى وأشياء من هذا القبيل الجانب الآخر في مثل هذا أيضا الجزء المتعلق ببعض ما يسمى الشطح وهناك في هذا أيضا الكثير والكثير فما تفسير هذا على الناحية الشرعية هذا الشخص الذي يغيب ثم يعود هذا الذي يقال عنه مجذوب هذا الذي يقال عنه له كرامات وغاب في هذه الكرامة ثم عاد أشياء من هذا القبيل يعني دعيني أقول بأن المقدمات دائما تؤدي إلى النتائج فإذا ما كانت المقدمات صحيحة أو سليمة لا شك أن ذلك يؤدي إلى نتائج صحيحة وسليم نفس الأمر إذا كانت المقدمات مبنية على أمور غير مستقيمة فلا شك أنها تؤدي إلى نتائج غير مستقيمة وبالتالي هذا الشخص الذي يعني نسب إليه بأنه غاب عن كذا أو كذا دعيني أولا نقول بأن قضية النوم قضية حقيقية وأن النائم مرفوع عنه التكليف رفع عن أمة الخطأ ورفع القلم عن سلاس ومن بين السلاس عن النائم حتى يستيقظ فهذه قضية لابد أولا أن نفصل فيها بين حال النائم إذا ما أوى إلى فراشه ونام ثم إذا استيقظ فأدى ما عليه من حقوق أو واجبات هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة فقام فليصليها إذا تذكرها استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري أما مسألة أنه إذا ما غاب ثم عاد إلى الناس وقال أني كنت في كذا أو كنت في رحلة كذا هنا أقول بأن هنا الخطأ لماذا؟ لأن البلاغة مراعاة مقتضى الحال وكما يقولون لكل مقام مقال ولكل حادث حديث وجاء عن سيدنا علي أنه قال خاطب الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله هنا أقول بأن هذا ربما لا أستطيع أن أكذبه أو أصدقه لكن الأصل أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج وبالتالي لا بد من مراعاة مقتضى الحال ومراعاة مستوى الخطاب خصوصا وأن التصوف في حقيقة أمره وإن كان علما يدرس إلا أنه في الأصل تجربة روحية خالصة وبالتالي قد ينكشف للسالك فيها إلى الله تعالى ما لا ينكشف لغيره وبالتالي أسر عن أئمة الصوفية وعن أعلام الصوفية أن الواحد منهم كان إذا ما شاهد أو صدر عنه كرامة أو أمر من الأمور التي يقال عنها بأنها من الأمور الخارقة كان يقول لرفقائه استروها علي ليه كان يقول كذا مخافة أن يكون ذلك سببا لفتنته أو لفتنته غيره وهذه هي الصوفية الحقة أما قضايا الشطح والوجد والجزب كل هذه قضايا ومصطلحات موجودة في المصطلح الصوفي وفي الطراث الصوفي وهناك يعني روايات متعددة أشارت إلى هذا وحقيقة مثل هذه المصطلحات أو مثل هذه الأمور ينبغي عدم الإعلان عنها أو التعرض عنها لا سيما لمن لم يذوق الطريق لأنهم يقولون من ذاق عرف ومن حرما انحرف ويقولون من ذاق عرف ومن عرف نال الشرف وبالتالي مثل هذه المصطلحات نجد أن الصوفية الحقة كانوا أحرص الناس على عدم إنزالها بين عوام الناس مخافة أن يؤدي ذلك إلى ضلال للنفس أو ضلال للغير فتن الناس ببعض الشطح وفتن الناس ببعض ما قيل مثلاً وما ذكر في الأمر الحلاج أو أمر محيد دين بن عربي أو غير وأشهر ذلك الحلاج وإن أخذ على كثيرين هذا لكن هذا أشهر ما جاء في هذا الأمر البعض فتن والبعض الآخر يعني أنكر والبعض لا يزال مصدق هذه الأمور كذلك ما يذكر عن شمس الدين التبريزي يعني أمور من هذا الجلال الدين الرومي أشياء من هذا القبيل يذكر عنهم بعض الأمور التي هي يعني إما أن تفتن الناس وإما أن تؤخذ على التصوف أو الصوفية وإما أن تكون مصدقة لكنها من غير العقل المعتاد فتثير الجدل وتفتح أبواب الطعن أو إنكر التصوف هذا تراث موجود شئنا أم أبينا تحدثنا أم لما تحدث أصبح موجوداً وأصبح بتوجه منه سهام نقد أو سهام إنكار كيف يكون التعامل مع هذا كلما ذكرنا التصوف ذكر أن الحلاج قال الجبة فيها الله أو أشياء من هذا القبيل وأن هذا كان خطاب يعني لعله كان يقصد شيء آخر لكن أخذ أنه كان يقصد أن الله سبحانه وتعالى تمثل في جسدي أو أشياء أو حل بروحي وقضية الحلول وغير ذلك ماذا في هذا؟ يعني دعيني أقول بأن هذه القضايا أو هذه المصطلحات واحدة من المصطلحات التي ينبغي أن نتوقف أمامها لكن قبل أن نتوقف أمامها أود أن أشير إلى هذه النظرة الخاصة بالتراث بشكل عام والتراث الصوفي بشكل خاص فالنظرة إلى التراث بشكل عام أو التراث الصوفي بشكل خاص لا بد أن ننظر إلى أنه تراث نتاج عقل بشري ليس معصوما من الخطأ وبالتالي هذا التراث قد يجتمل على الصحيح وعلى الصقيم على الصواب وعلى الخطأ وبالتالي دور العلماء والمفكرين والمنتسبين إلى الطريق العمل على تنقية هذا التراث خصوصا مثلا وأننا نجد أن من العلماء كابن رجل الفيلسوف مثلا يؤكد أن النظر في كتب أو في تراث السابقين واجب بالشرح فالشريعة هي التي أوجبت هذا النظر ولماذا أوجبت هذا النظر في هذا التراث للوقوف على ما فيه ولنبني على ما فيه ولنستفيد مما فيه ولنحذر مما هو فيه لهذا نراه يقول النظر في كتب القدماء واجب بالشرح فما كان فيه من خير سررنا عليه وشكرناهم عليه وما كان فيه من شر وأمكنا تقويمه قومناه ونبهنا عليه وما كان فيه من شر ولا يمكن تقويمه نبهنا عليه وحضرنا منه هذه القاعدة التي وضعها هذا الرجل يمكن أن تجعلنا نقول بأن التراث السوفي واحد من جملة ألوان التراث الموجودة أحفو أن ابن رشد ذاته حتى حين قال هذا جاء الغزالي تذكر في تهافة الفلاسفة وذكر في هذا أيضا الأمر وأخذ مآخذ كثيرة وكان بعضها فيما بنية أو أسس عليها في الصوفية بعد ذلك يعني ابن رشد دعا إلى النظر العقلي من خلال هذا النص أو من خلال كتابه الماتع فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال وكذا الكشف عن مناهج الأدل ثم هو وضع كتابه تهافت التهافت ردا على كتاب تهافت الفلاسفة الذي وضعه الإمام الغزالي مع أن الأمر يعني الإمام الغزالي جرب طريقة المتكلمين فلم يأنس إليها مع أنه قطع فيها شوطا كبير وجرب طريقة الفلاسفة فلم يقتنع منها مع أنه خلال أراد هدم الفلسفة فأصبح فإلى صوفا من شعر رأسه إلى أسفل قدمين ثم لازم طريقة الصوفية لأن وجد فيها ما يمس شيء والتقبل الزاتي وإلا كان ذلك ضربا من ضروب الخيال ونوع من أنواع العبث بعقول الناس والبعد بهم عن مرادهم وربما لو وجد إصرار في هذا ربما أدى ذلك إلى مزيد طعن وكثرة تقول على التصوف والصوفية على ذكر الدرجات التي حضرتك تفضلت بالحديث عنها ما بين المعجزة أو الكرامة ويعني المعونة وغير ذلك نرى الرؤية فمن ضمن ما يأخذ أو يقال أنه يعني بتوع أحلام أو بتوع رؤى الشيء من هذا القبيل أنا أنقل لك مصرية القول وفي هذا أيضا يكون الحديث أنه وكيف أصلا تفسرون الأحلام ونحن لدينا بعض النقاط الأحادية يمكن ليست كثيرة في نصوص القرآن الكريم في هذا المقام منها مثلا قصة سيدنا يوسف عليه السلام أو غير ذلك أو بعض الأمور البسيطة حتى غير المتفق عليها تماما فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقال أنه حتى كتاب تفسير الأحلام لابن سرين هو لم يكتب كتاب ولم يضع كتاب أيضا بالأساس ابن سرين وإنما جمعت من هنا أو هناك ويعني وفقت لتنسب إلى ابن سرين كل هذا الطرح ويأتي الصوفية أو الأهل التصوف فيقول شاهدت كذا ورأيت كذا إذن أسلك هذا ثم يسير في هذا الطريق أو يأتي فلان فصر لي مولانا كذا فيقول أنت كذا وكذا وكذا فقام جزء من المنطق الخاص أو فلسفة التصوف على ما يرى للإنسان من ربي سبحانه وتعالى أو ما يكشف عنه الحجاب فيه أو بعض الأحلام التي قد تفسر بشكل أو بآخر كيف يفسر التصوف الرؤى والأحلام إذا لم يكن هناك قواعد هذا التفسير تنطبق مع السنة والقرآن دعينا نتفق أولا على أن الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح فهنا نبني في هذه الجزئية الرؤية على إمكانية أن تكون الرؤية سببا للوصول إلى المعارف وهذه المزية أو هذه المرتبة قد تكون للأنبياء والرسل ومن يختاره الله تبارك وتعالى من الصالحين أو من عباده المكرمين زد على هذا أمر آخر في غاية الأهمية أن الصوفي الحق حتى يحقق هذه الرؤية أو يصل لهذه المرتبة هو يعمد إلى فلسفة قوامها التهيئة والاستعداد النفسي لتخلية القلب عما سوى الله تبارك وتعالى يعني مثلا لو احنا اتكلمنا عن فلسفة الصوفية في الوصول بالصوفي إلى الشخصية المسلى التي ينكشف لها ما ينكشف لغيرها أو ينطبع في قلبها ما ليس لغيرها سوف نجد أننا أمام عدة أمور أولا الطهارة وعندما نتحدث هنا عن الطهارة أقصد الطهارة بنوعيها الظاهرة والباطنة المادية والمعنوية وهذا الكلام له شاهد ودليل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين زد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن لماذا؟ لأن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان هذا بالنسبة للطهارة الظاهرة أما الطهارة الباطنة فهي تنقية الباطن من كل شائبة ومن كل سوء ومن كل خبيسة والقرآن الكريم والسنة النبوية أشار إلى ذلك ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ثم جمع بين النوعين من الطهارة عندما قال وضروا ظاهر الإثم وباطنة إذن الطهارة ثم دوام الصوم وهنا لا أخصد بدوام الصوم استمرار الصوم طوال العام وليس الصوم بالمعنى العام وإنما أن يكون أغلب وقته صائما لله تبارك وتعالى شريطة أن يحقق المراتب الثلاثة في الصوم وأعني بها صوم خصوص الخصوص فليس صوم عن طعام وشراب أو ليس صوم عن طعام وشراب وصوم للجوارح بل إنه إذا ما صام صامت معه جوارحه وصامت معه كل شيء حتى القلب ثم دوام الخلوة أو العزلة وهذه هي التي تعطي نوع من الصفاء النفسي والتهياء النفسية والرحابة الفكرية للملأ الأعلى الذي يمكن أن يجد فيه ما ليس لغيره ثم بجانب دوام الزكر أيضا باعتبار أنا أنيس من يذكرني ثم بجانب ذلك الشيخ ملازمة شيخ وعندما نتوقف أمام الشيخ لا بد أن نقول بأنه هو البوابة للصوف إلى الله تبارك وتعالى يلازمه فيقتضي بفعله ويأتمر بأمره لكن هذا الشيخ لا بد أن يتوافر فيه الحفظ للكتاب والسنة أن لا يرى إلا حيث أمر الله ولا يفتقد إلا حيث نهى الله أن يكون نموزجا يحتز به أن يكون فاقها عالما بالحلال والحرام عالما بأصول الدين ثم بجانب ذلك كله الرضا بالقضاء والقدر وملازمة الرضا هذه الأمور التي ذكرتها والتي تمثل فلسفة السوفية الحقة هي التي يمكن أن تجعلني أن تقل إلى قضية الرؤية كواحدة من القضايا التي أحيانا يعول عليها ثم تنكر من قبلهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الرؤية واحد من ثلاث إما أن تكون من الله وإما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون حديث النفسي للنفس أو ما يرى العقل الباطل بل إنه صلى الله عليه وسلم يبين أنه يمكن أن يكون للإنسان يعني ما يشبه اللمسة أو اللمّة من الشيطان ولمّة من الملائكة يعني نوع من اللمسة أو نوع من الوجهة التي يعني يعني يشير فيها إلى العمل ويبين النبي إلى أن اللمّة التي تأتي من الشيطان تكون في الشر الشيطان يعودكم الفقر وأمركم بالفحشاء والملك يكون في الخير ولهذا لا يمكن أن ننكر هذا الجانب طالما أنه في دائرة المعقول والمقبول وطالما أنه لم يصبح أمرا عاما يحكى في المنتديات العامة ويزاع في المجالس العامة خصوصا وأنني كما أشرت يؤدي ذلك إلى نوع من الضلال أو الفتنة للنفس أو الغير لكن لا يمكن أن ننكر دور الرؤية وقعت لنبي الله إبراهيم ووقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم ووقعت لغيرهم وهناك روايات متعددة وإن كان في البعض منها مقال إلا أن العلماء أجازوا العمل بها في فضائل الأعمال طالما أنها في باب فضائل الأعمال والتشجيع على الخير والحث على الفضائل والأخلاق الطيور الله يفتح عليك مولانا طيب بعض الأمور الخاصة بقى بتصوف المصريين على أرض مصر وفي وقع الشعب المصري معتدلين بالفطرة متوسطين بالفطرة وسطيين بالفطرة لنا طبيعة خاصة في التعامل مع أمور الروح وأمور الروحانية وأمور الدين وفي حتى محبة الله سبحانه وتعالى وفي التقرب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أهله وأهل البيت لكن مع الوقت تغلغلت طيارات فكرية متشددة وصنعوا لأنفسهم هالة بالتشدد وصنعوا أشكال تنظيمية متماسكة فاستطاعت أن تتغلغل في العشوائية أو في اللا تنظيم في الأمور الدينية اللي كان موجود بشكل أو بآخر في فترات في المجتمع المصري حدث مع الوقت يعني نوع من أنواع اللفظ المجتمعي لهذا لكن بقي الفكر قائما ما الفكر الذي يقابل هذا الفكر ويقبله المصريون في عمومهم ولا يؤخذ عليه مآخذ تفسده يعني دعيني ألتقط من بينما تفضلتم بذكره هالة أنهم جعلوا لأنفسهم هالة حاولوا من خلالها العمل على فرض وجهة نظرهم أو ما يتمذهبون به من خلال الدعوة إلى رأي بعينه أو وجهة بعينه أو حمل الناس على الدين بطريقة يعني يغلب عليها نوع من التشدد والغلو الممقود هنا أقول بأن القضية تتعلق بأمرين في غاية الأهمية أن ما حدث كان مرده إلى يعني الاعتماد على جهل الناس أو جهل بعض الناس بأمور الدين أو بحقيقة هذا الدين الأمر الثاني هو توظيف وجهة النظر من خلال الثوب الديني وهذا ما أوجد هذه الاتجاهات أو تلك الطيارات التي حاولت أن تجعل من نفسها مفسرا وموضحا وداعيا إلى دين الله تبارك وتعالى لكن من حمد الله تبارك وتعالى ومن إنعامه على هذا البلد الآمن أن هذا البلد يدين أهله بالدين الوسط المعتدل وبالتالي ما وجدنا أبدا هذه النزاعات المتشددة التي ترى نفعا أو درا من غير الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كانت نظرته نظرا معتدلة ولعلنا بحمد الله تبارك وتعالى نسير على هذا النمط بدليل أنه عندما قام ذات ليلة فوجد حبلا بين ساريتين من سواري المسجد فقال لمن هذا الحبل قال لزينب تعتمد عليه إذا هي غالبها النعاس وهي تصلي فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى النفر الذين قالوا يعني نحن لا نتزوج النساء والآخر وأنا أصوم أبدا والسالس فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما أني والله أخشاكم لله وأدقاكم لا ثم بيّن لهم صحيح الدين كل ذلك يجعلنا نؤكد على أن الوسطية والاعتدال هي البوابة أو النقطة الرئيسة التي يمكن أن نواجه بها هذه الأفكار المغلوطة لأن التوسط هو الاعتدال أو هو كما يقال السنتر فلا هو إلى أقصى اليمين ولا هو أقصى اليسار لأن أقصى اليمين قد يؤدي إلى ذلك إلى جفاء القلب وأقصى اليمين قد يؤدي إلى موت القلب والله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أرضوان الله والله عز وجل يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك أحسن الله إليك مولاني هل تذكر أسماء يمكن أن يطلق عليها نجوم في مملكة الدرويش دعينا نتفق إلى أن هذه المملكة ما أحلاها وما أبهاها لأن السائر من خلالها إلى الله تبارك وتعالى رغم أن هذا اللفظ درويش قد يفهم منه نوع من اللامبالاة ونوع من المعقولية لكن الواقع على خلاف ذلك هذا المصطلح إنما يشير إلى صنف من الناس كان قيده كان ضابطه الكتاب والسنة علمنا مقيد بالكتاب والسنة أذكر قديما الجيل الأول الذي تربينا على كتبه وقرأنا كتبه وأخبارهم وأحوالهم يكفيني أن أشير إلى سيد الطائفة الإمام الجنين وأبو قاسم القشير صاحب الرسالة القشيرية ثم الحارس المحاسبي أما من مشايخنا ومن علمائنا فأذكر جملة يعني كلهم سلكوا هذا الطريق وما وجدت واحدا منهم حادع عن قال الله وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود أذكر فضيلة مولانا الأستاذ الدكتور جودة أبو اليزيد المهدي والذي درس لي عامين متتاليين وكنت أجلس أمامه وكان الإنسان منه لا يستطيع أن يطيل النظر في وجهه نظرا لوضاءته أذكر من هذا مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أذكر كذلك الدكتور أحمد عمر هاشم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الشازلي كل هذه النمازج غيرها فضيلة الدكتور علي الجمعة وغيرهم كثير جدا يمكن أن نقول بأنهم وإن أطلق عليهم درويش لكن لأنهم نفضوا الدنيا وضربوها وخلوا بينها وبين قلوبهم وجعلوا عمدتهم القرآن والسنة ومقصدهم ردوان الله وبغيتهم مرافقة رسول الله وهدفهم الأسمى رؤية الله في الآخرة في ظل عرشه يوم القيام ربنا يجمعنا جميعا إن شاء الله في هذا المقام الأعظم والأرفع دايما بختم بأن ضيفي الكريم يذكر لنا من خصال النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكره من نظم أو شعر أو كلمات استحسنها في هذا ماذا تذكر في متح النبي صلى الله عليه وسلم في أحضرك؟ يعني أحضرني في هذا قول القائل يا رب صلي على الحبيب محمدي واجعله شافعنا في فضلك في غدي ما للسماء تبرجت أفلاكها وازينت بحل الجلال الوافدي وكأن صداح العوالم هاتفا طربا يبشرها بنور أحمدي يا رب صلي على الحبيب محمدي واجعله شافعنا بفضلك في غدي دكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وعالم جليل وصاحب مقام رفيع أكرمتنا اليوم بحضورك الكريم وأفت الناس ونفع الله بك دائما شكرا جزيلا وكل عام وأنتم خير وأشكر لكم هذه الدعوة الكريمة شكرا جزيلا شكرا لضيفي الكريم ومن متح إلى متح ومن ذكر إلى ذكر نكون معكم في طريق إلى الله من مملكة الدرويش حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه قد عم في الأرجاء صبت تفرر منه ناسل المصطفى وعطى عم الصلاة واجهه الغطائي فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم ابن الكريم فهو الكريم فهو الكريم فهو الكريم واجهه فهو الكريم واجهه خير الألام وجده خير الألام وجده خير الألام حب الحسين إلهي وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك فعما الذي ضوى حب الهوى فشب لي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للخشب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولا ذاك لي أشترك شوقاً شوقاً وشوقاً لقرب الخليل إلا عدماك ولكن لك الحمد فينا وذاك